يعطيكم العافية يا سابع ان شاء الله اليوم يا ميس رح نراجع قاعد جديدة القاعد اللي احنا اخدناها بدروس الماضية بعنوان الافعال الخمسة كل بساطة يا سابع الافعال الخمسة عبارة عن فعل مضارع زائد الف ونون وونون يا ونون صح الف ونون للمؤنث ولمذكر وو ونون للمؤنث ولمذكر الياء ونون بس للمؤنث طيب شو علامة رفعه اللي هي ثبوت النون وعلامة نصبه جزمه حذف النون هاد كل درسنا باختصار لما نحكي انتم تضرون شوفوا تضروا هاي فعل مضارع زائد وو ونون يتابعان يتابع فعل مضارع زائد و ونون مثلا تشعرين تشعر هذا فعل مضارع زائد يا ونون باجي بعرب مثلا الفعل ترتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة يشاركون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة لكن لن ترتبا لن حرف نصب أجا ورها فعل مضارع شو بعريبه من الأفعال 5 فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حد في النون لأنه من الأفعال 5 يتابع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حد في النون لأنه من الأفعال 5 لم يشاركوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حفف النون لأنه من الأفعال الخمسة إذن شو الأفعال الخمسية السابع؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به و والجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة علامة رفع ثبوت النون وعلامة نصبه جزمه حذف النون من آخره واضح يا سابع؟ واضح؟ الآن بدرس الكتابة احنا أخذنا عن همزة الوصل والقطع بالأفعال حكينا كيف بحط أنا عندي الهمزة إذا كانت وصل أو قطع قلنا بحط حرف الواو أو الفا آخر الكلمة إذا كانت عنا قلنا ننفذها إذا لفظناها بتكون همزة قطع وإذا ما لفظناها بتكون همزة فوصل واحترم واحترم وصل وأعطى قطع وأكمل قطع واحفظ وصل واضح يا سابع؟ هي بالنسبة للمراجعة سريعة هيك شوية كتير بشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية